موسيقى طيب الله وقتكم مشاهدين الكرام نشرة مفصلة من يمن شباب وتتابعون فيها الجيش الوطني يسيطر على مدرية الخوخة ومعسكر أبي موسى الأشعري جنوب الحديدة ويعن رسميا قطع الخط الدولي بين الجوف وسعدة موسيقى رفض فلسطيني وعربي ودولي للقرار الأمريكي بشان القدس وقمة إسلامية طارئة في تركيا لاتخاذ موقف موحد موسيقى موسيقى وفي نشرة أيضا الحكومة تكشف عن قتل ميليشيات الحوث الإيرانية ألفا قياديا من حزب المؤتمر وقطع مواقع التواصل الاجتماعي جديد انتهاكات الميليشيا موسيقى موسيقى أهلا بكم إذن تمكنت قوات الشرعية من السيطرة على إحدى مدريات محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر وأفدت مصادر محلية بأن قوات الشرعية سيطرت على مدرية الخوخة أولى مناطق محافظة الحديدة بعد هزيمة مسلحي ميليشيات الحوث الإيرانية إثرى معارك بين الطرفين وقالت مصادر ميدانية أن الجيش الوطني فرض سيطرته الكاملة على معسكر أبي موسى الأشعري الواقعي في مدرية الخوخة يأتي هذا بعد أن كانت قوات الشرعية تقدمت بدعم جوي من التحالف العربي بقيادة السعودية باتجاه مدريتي الخوخة وحيس جنوبية الحديدة خلال معارك عنيفة مع ميليشيات الحوث الإيرانية تمكنت تحيير الخوخة جاء بعد سيطرة الجيش الوطني على مناطق الرويس والزهاري والرمة والحصحوس ودار الشجاع وحسي سالم في ظل انهيارات متسارعة بين صفوف الميليشيات الإيرانية وتقدم مستمر لقوات الجيش الوطني على الشريط الساحلي لليوم الثاني على التوالي عن الأهمية العسكرية والعملياتية نتابع الزميل عبدالله دوبلا في هذا العرض التوضيحي أهلا بكم أعزائي المشاهدين وهذا شرح مفصل لأهمية تحرير مدينة ومديرية الخوخة الخوخة بطبيعة الحال تبعد عن المخة 55 كيلو وهي تقع شمال المخة وتبعد أيضا عن مدينة الحددة التي تواجد هنا 110 كيلو بعد تحرير الخوخة وتحرير أيضا 30 كيلو شمالا يكون تبقى لمدينة الحددة 80 كيلو فقط يتواقد في الخوخة ويأتي أهميتها من هذا الشيء ميناء التحيطة أو ميناء الحيمة العسكري وهو ميناء عسكري حديث يطل على أرخبيل حنيش وزقر أيضا والسيطرة على هذا الميناء وأيضا المتاخم للأرخبيل يعطي الحكومة الشرعية والتحالف أفضلية في الرقابة على سواحل الحديدة الجنوبية ويمنع وصول السلاح الإيراني إلى الحوثيين كما أن الخوخة هي أول مديرية تهامية أو حديدية تحرر من ميليشيا الحوثي وهذا يعطي أفضلية للجيش الوطني لاستقطاب أبناء تهامة للتجنيد في معسكر أبو موسى الأشعري وهو معسكر مهم واستراتيجي كان يقع في الخوخة ومن ثم الانطلاق لتحرير بقية تهامة طبعا بطبيعة الحال يتواجد شرق الخوخة مديرية حيس وأيضا جبل رعس وهي أيضا مديرية تتبع الحديدة لكنها جبلية وحيس مديرية متاخمة لجبل رعس وهي أيضا جبلية ويمر منها الخط الحديدة تعز وهو خط صحراوي ويمر عبر الجراحي زبيد بيت الفقيه المنصورية كذلك الحديدة وهذا الأمر أيضا لم حرر حتى مشارف حيس ويحتاج أيضا جهود من قبل التحالف ومن قبل الجيش الوطني لتحريره لتأمين أيضا الخوخة والمناطق الساحلية لكن أيضا يمكن القول أن أهمية الخوخة أنها المدينة الوحيدة التي تقع ما بين المخى والحديدة بقية الساحل لا توجد عليه مدن وإنما قرى بسيطة وريفية هذا الأمر يعطي أفضلي أيضا للتحرك إلى مدينة الحديدة أيضا من ضمن الأهمية للخوخة أن الوحيد الأول تهامي شكل أغلبه من أبناء الخوخة وساهمهم بشكل رئيسي في تحرير مديريتهم وتحرير مدينتهم هذا لأول مرة باعتبار أن الخوخة مديرية ساحلية ويشتغل أغلب أبنائها في الصيد لكنهم منذ سيطرة عليها من قبل الحوثيين انخرطوا في الجيش الوطني وساهموا في تحرير المخى والآن في تحرير الخوخة وسقط منهم شهداء نتمنى أن يكون تحرير الخوخة مقدمة لتحرير بقية تهامة ومحافظة الحديدة هذا شرح موجز لأهمية الخوخة وموقعها وأيضا أفضلية الموقع للرقابة على سواحل الحديدة الجنوبية لمنع وصول السلاح إلى الحوثيين هذا وأجرى الرئيس عبدالربو منصور هادي اتصالا هاتفيا بقائد جبهة الخوخة العميد أحمد الكوكباني للوقوف على مستجدات الأوضاع والموقف العام في ميدان المواجهات الجارية في محافظة الحديدة وأشاد هادي بتضحيات القادة الميدانيين في معركة الدفاع عن الأرض والعرض والهوية المشتركة بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي بقية السعودية وقال إن الإخلاص من تلك العصابات أو الخلاص من تلك العصابات المارقة هدف مصيري للشعب اليمني في سبيل إقامة الدولة الاتحادية العادلة والمستقرة هذا وأعرب العميد الكوكباني عن امتنانه وتقديره لجهود الرئيس هادي ومتابعته المستمرة لسير العمليات العسكرية في جبهة الخوخة كما قال الجيش الوطني أنه نجح في قطع الطريق الرابط بين مدينة البقع بمحافظة صعدة والجوف وذلك بعد معارك ضارية مع الميليشيات الحوثية الانقلابية الموالية لإيران وأعلن جيش الطريق منطقة عسكرية بعد السيطرة عليه بعد معارك عنيفة سقط فيها العشرات من عناصر الميليشي الإمامية بين قتيل وجريح وأسير وقال الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السادسة عبدالله الأشرف قال إن قوات الجيش التابعة للواء الأول حرس الحدود بقيادة العميد هيكل حنتف حررت مواقع الحريرة وتجاوزت منطقة تعرق الأبتر ووصلت إلى الطريق الدولي فيما لاذت ميليشيات الحوثي بالفرار مخلفة جثث قتلاها وكميات من الأسلحة والذخائر وأضاف أن قطع الطريق الدولي الرابط بين صعدة والجوف والسعودية سيقطع إمدادات ميليشيات الحوثي لجبهة العقبة ويعد إنجازا كبيرا في تحرير ما تبقى من مدرية خب والشحف أكد الرئيس عبد الربو منصور هادين ميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران ترتكب أعمالا وحشية تجاه الشعب اليمني ومنها أعمال القتل والاعتقال والإخفاء التي تطال قيادات المؤتمر الشعبي العام والعسكريين والقيادات المناهضة لهم وأشهد خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض بالسفير البريطاني لدى اليمن سايمون شريكليف بثبات موقف بريطانيا في مواقفها الداعمة للشعب اليمني وشرعيته الدستورية في مختلف المواقف والظروف ولوها الرئيس هاد في ذات الوقت بالموقف الإيجابي والقوي لرئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي تجاه القدس من جنبه عرف السفير البريطاني عن طيقته في أن يتجاوز اليمن المحنة وتوحيد اليمنيين لصفوفهم مشيرا إلى أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح قتل نتيجة لغدر الحوثيين تسلم الرئيس عبدالرب منصور هادي دعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان لحضور القيمة الإسلامية الطارئة التي ستعقد في اسطنبول في الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري وسلمت دعوة للسفير التركي لدلياما ليفنت إيلر خلال استقبال الرئيس هادي له في العاصمة السعودية الرياض وأشار أردوغان إلى أن حضور الرئيس هادي سيساهم مع أشقائه قدة الدول الإسلامية في تعزيز قضية القدس وأضف الرئيس التركي في دعوته بالقول بصفة رئيس القيمة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي فإني أدعو العالم بأسره إلى رفض والصنكار هذا التصريح والإجراء حيث أنه لا يمكن تحقيق السلام في المنطقة إلا عبر إقامة دولة فلسطينية المستقلة وذات سيادة وعاصمته القدس الشرقية وهو ما توفق عليه المجتمع الدولي ونصت عليه قرارات الأمم المتحدة هذا وأعلنت الحكومة اليمنية رفضها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية لاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفرتها إليها وجددت وزارة الخارجية في بيان موقف الجمهورية اليمنية المبدئي والثابت حكومة وشعبا في الوقوف مع الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره على أرضه الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس الشريف ودع البيان المجتمع الدولي للوقوف ضد تنفيذ هذا القرار والذي سيؤدي تنفيذه دون شك مطالبا إياها القيامة بوجبه الإنساني والأخلاقي والعمل على تحقيق السلام وفق مرجعية الشرعية الدولية والتي تقوم على أساس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف إذن أجواء من الغضب والسنكار في شبكة التواصل الاجتماعي ردا على القرار الأحادي للرئيس الأمريكي والذي خلف فيه جميع الاتفاقات الدولية وقرارات الأمم المتحدة أشعل إعلان الرئيس الأمريكي دولاند ترامب اعتراف الولايات المتحدة مواقع التواصل في العالم العربي خل دقائق من كلمته المتلفزة واحتل هاشتاغ القدس عاصمة فلسطين الأبدية صدارة قائمة الأكثر تداولا عالميا بموقع تويتر للتأكيد على الرفض الكبير لقرار الرئيس الأمريكي دولاند ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل وانتقد المغردون ضعف مواقف الدول العربية والإسلامية معبرين عن تخوفه من تأثير القرار على الوضع السياسي في المنطقة وخاصة في ظل التوترات المتزاهدة فيها كما أبدى المغردون عبر الهاشتاغ غضبهم من قرار ترامب مؤكدين أنه يعزز من تصاعد الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط ولا يؤدي إلا لمزيد من الغضب الجارف داخل كل مواطن بالشرق الأوسط جميعا وأكدوا أن القدس ستبقى دوما عاصمة لفلسطين وستبقى في قلب كل عربي شريف حتى يريث الله الأرض ومن عليها ووصف ترامب هذا التحرك بأنه خطوة متأخرة جدا من أجل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط والعمل باتجاه التواصل إلى اتفاق دائم وبقرار ترامب أصبحت الولايات المتحدة أول دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ تأسيس الدولة عام 1948 أكد وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر أن ميليشيات الحوث الإيرانية قتلت أكثر من ألف قياديا في حزب المؤتمر الشعبي العام بالإضافة إلى قادة عسكريين ومدنيين موالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح خلال الأيام الأربعة الماضية التي تلت اغتياله قال عسكر في تصريح نقلته وكالة سبا اليوم من مئة المصابين تم اختطافهم من المستشفيات ولا يزال مصيرهم مجهول حتى الآن على خطى صعدة ينتهج الحوثيون حكمهم في صنعاء بعزلها كليا عن وسائل الإعلام صنعاء التي كانت تصدر قبل سقوطها في الحادي والعشرين من سبتمبر من عام 2014 أكثر من ثلاثمائة صحيفة وموقع ومجلة لم يعد فيها سوى شعارات الجماعة وخطابتها على خطى صعدة ينتهج الحوثيون حكمهم في صنعاء بعزلها كليا عن وسائل الإعلام صنعاء التي كانت تصدر قبل سقوطها في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014 أكثر من ثلاثمائة صحيفة وموقع ومجلة لم يعد فيها شيء سوى شعارات الجماعة وخطاباتها حوادث ماثلة كثيرة سبقت هذا الاقتحام تعطي مؤشرا أن الأربعين مختطفا من قناة اليمن اليوم سيلاقون ذات المصير فقد اختطفت جماعة الحوثي صحفيين ووضعتهم في مخازن السلاح المستهدفة من الطيران كالزميل عبدالله قابل ويوسف عزيران وآخرين رمتهم في قارعة الطريقة لا تحت التعذيب ولن يختلف الأمر مع هؤلاء إن لم يكن هناك تحرك جاد من قبل الجيش لتحريرهم تهدف ميليشيات الكهنوت الظلامية إلى إغلاق صنعا بوجه العالم وهو طريق مفضل لها لترصيخ إمامتها استخدمت بنجاح في صعدة منذ سنوات كي يمالسون جرائمهم تحت جنح الظلام الحالي ورغم مرور أيام على إعدام الرئيس السابق علي عبدالله صالح فلا أحد يعلم ماذا يدور في صنعا من خطف وتنكيل وتصفيات ميدانية لخصومهم بطريقة تذكر بما حدث بعد سقوط الجمهورية في العام 2014 يروي ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي وهي الوسيلة الوحيدة التي لم تغلقها بعد رغم قيامها بعمليات تفتيش في جوالات المرة ومقاهي الانترنت يذكر هؤلاء النشطاء عمليات إعدام لعدد غير قليل من المدنيين والحجة هذه المرة متوفرة لدى القتلى بشعار جديد الخيانة والإجرام وتتضارب الأنباء حول مصير عدد كبير من قيادات صالح وحزب المؤتمر وناشطيه ولا أحد يجرؤ على السؤال عن مصيرهم كما فجرت ميليشيا الحوث الانقلابية منزلين في منطقة الأزهور في مدرية رازح غربي محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية وقال مصدر المحلين الميليشيات فجرت منزل عضو المجلس المحلي على منطقة شبان ومدنيا آخر يدعى علي سلمان وذلك بسبب تعاونهم مع قوات الجيش الوطنية التي بدأت تتقدم في المنطقة استشهد مدنية في مدينة تعز جراء إصابته بطلقة قناص من ميليشيات الحوث الانقلابية المولية لإيران وقال مصدر المحلين وليد هائل سعيد ناجي 29 عاما استشهد برصاص قناص في منطقة صالة شرق مدينة تعز بعد أن أصابته طلقة قناص من سلاح متوسط أقام القطاع الثاني للواثين وعشرين ميكا لقاء ثاني لجرح الجيش الوطني متضمنا عددا من الفعاليات بعد أن جمعتهم المعارك في جباهات القتال بيتهاي زمعتهم الجراح بعد فراق طويل للتروح عن أنفسهم فكانت فرحة الجمع وفائدة اللقاء الحق الذي تحمله هذه كرامة لوحدها وطريقها طريق نصر ولذلك يعود مرة ومرتين وثلاث لأنه يعمل للحق لا يعمل لعبد الحق برنامج متكامل أعده التوجيه المعنوي في القطاع الثاني باللوائي اثنين وعشرين ميكا لهؤلاء الأبطال دشن في الساعة التاسعة صباحا وانتهى في الخامسة عصرا هي ضمن مجموعة من الأجشطة ومن ضمن مجموعة من الفعاليات هذه الفعالية الثانية التي تأتي بشكل موسع في القطاع الثاني الغرض من هذه الفعالية هو رسالة شكر وتقدير ورسالة تواصل مع هؤلاء الأبطال بدت السعادة في وجوههم وهم يحتضنون رفق الدرب فهنا اجتمع الأسود الجرحى والتقى أصدقاء المعركة الواحدة كان منهم الاهتمام بأن أقاموا هذه الاحتفائية بالجرحى الذي في هذا اللقاء زادتنا تفاؤلا ونشاطا واستعادة لما بدأنا نشعر به من الخمول والفتور فنشكرهم جميعا مرحلة حريجة يعيشها جرح الجيس والمقاومة وقل أن يجدوا من يطبطب على جراحاتهم هم دعاة حياة لا موت ثبتوا في المواجهة حينها وأثبتوا أن للكرامة ثمن فكان لها نصب من أجسادهم عبد العزيز الزبحان يمن شباب تعز رياضيا احتفى نادي وحدة عدن الرياضي بتتوجهه بطلا لكأس رئيس الجمهورية لكرة القدم وفي الحفل ألقى الكابتن وسام معاوية كلمة أشاد بالإنجازات التي تحققت لهذا النادي الكبير والعريق خلال السنوات الأخيرة مؤكدا بأن قينة النادي حريصة على التواجد في جميع الألعاب وتحقيق الألقاب التي ترفع من شأن نادي وحدة عدن كما جرى تكريم نجوم أبطال كأس رئيس الجمهورية نهاية النشرة تابعتم فيها الجيش الوطني يسيطر على مدرية الخوخة ومعسكر أبي موسى الأشعري جنوب الحديدة ويعن رسميا قطع الخط الدولي بين الجوف وسعدة رفض فلسطيني وعربي ودولي للقرار الأمريكي بشان القدس وقيمة إسلامية طارئة في تركيا لاتخاذ موقف موحد موسى كما تابعتم أيضا الحكومة تكشف عن قتل ميليشيات الحوث الإيرانية ألف قياديا من حزب المؤتمر وقطع مواقع التواصل الاجتماعي جديد انتهاكات الميليشي نشكلكم ماطيب المتابعة هشام الزياد يلقاكم في حديث المساء في أمان الله موسيقى